بشرت النيابة العامة التحقيقات في وقعة انهيار عقار بحضائق القبة وكانت النيابة العامة قد تلقت اختاراً بانهيار كامل عقار بمنطقة حضائق القبة ووجود 14 شخصاً من قاتني تحت أنقاضه فبشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور وكلفت النيابة العامة الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والعقارات المجاورة للعقار المنهر وأمرت كذلك بتشكيل لجنة سلاسية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخصي وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر وتحديد المتسب في التقاعص عن إتمام تنفيذه واستند المسئولية في ذلك